يتمتع الرمان المصري خاصة الأسيوط بسمعة عالمية نظرا لحلوة مذاقه وجودته العالية حيث يطلق عليه الياقوت الأحمر يدخل الرمان في صناعات عديدة من بينها الأدوية ومستحضرات التجميل والعصائر المختلفة الياقوت الأحمر أو الرمان الأسيوطي سمعة عالمية يتمتع بها نظرا لحلاوة مذاقه وجودته العالية مركز البداري بمحافظة أسيوط ذا عصيته على مدار عقود مضت في زراعة أشهر أنواع الرمان وأجودها حتى أصبح المركز مقصدا لكل المستوردين والمصادرين للدول العربية المختلفة ومن هنا أصبح الرمان الأسيوطي من أجود أنواع الرمان في مصر وخارج مصر وأصبحت هذه الفاكهة واحدة من مصادر الدخل الهامة لكل المواطنين في المركز تبلغ زراعة محصول الرمان بمحافظة أسيوط ما يزيد عن عشرة ألاف فدان منتشرة في القرى والمراكز وتأتي في مقدمتها مراكز البداري وساحل سليم ومنفلوت وأهم ما يميز الرمان الأسيوطي أنه من أفضل الأنواع والأصناف العالمية من حيث الجودة والمذاق ويستخدم في الصناعات الدوائية والطبية وتركيبات مستحضرات التجميل ويستخلص منه المسك الذي يباع بأغلى الأسعار موسيقى موسيقى شكرا